أفهم من الكلام من كلام الباز إن فيه جهة ما في مصر جهة ما داخل مصر مش عايزة السيسي يترشح تاني للرئاسة دلوقتي وفيه كلام بينها وبينه وفيه مفاوضات وفيه شد وجذب بينها وبين السيسي دلوقتي وبيقولوله كفاية كده إحنا دخلنا في حارة سد والبلد خربانة زي ما أنت شايف والشعب مضغوط ولو أنت كملت تاني مش هيبقى فيه أمل للخروج الآمن لأي حد فينا يعني هما بيعملوا إيه دلوقتي في جهة ما في مصر سميها المجلس الأعلى سميها مخابقة سميها زي ما أنت عايز سميها هي بتفاوض السيسي دلوقتي بتقوله الأوضاع الاقتصادية صعبة وده بيدفع الشعب وبيضغط على الشعب فأنت كده مش هتخللنا فرصة نطلع حتى لو ما نيجي نعرف مش هنعرفه فأعود على جنب دلوقتي نجيب حد إيه يخلي البلد تتنفس شوية فهو بيحاول يسابق معاهم ويقول لهم لأ طب نخلي الانتخابات بدري عشان يبقى هو الأمر الواقع تمام عموما يا جماعة حطوا كلامي ده على جنب تسيبوه دلوقتي بكرة الأيام هتثبته إذا كان صح ولا غلط